ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله نقلا عن مصدرنا من وزارة الخارجية المغربية فإن هذا القرار المدروس بعناية تم اتخاذه لأسباب إنسانية بعدما فقد زعيم كتالونيا حصانته في البرلمان الأوروبي يوم التلتاء 9 مارس الماضي ما يعني رفض أي دولة أوروبية استقباله وأضافت الصحيفة أن الرباط استندت إلى مبدأ المعاملة بالمثل مع إسبانيا بعد استقبالها لزعيم البوليساريو بجواز صفر جزائري يحمل اسما مستعارا رغم أنه موضوع مذكرة توقف دولية صادرة سنة 2016 من أعلى محكمة في إسبانيا بتهم تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية والاغتيالات والاعتقالات غير القانونية والإرهاب والتعديب والاختفاء القصري واعتبر المصدر ذاته أن زعيم كتالونيا لم يحمل السلاح ضد إسبانيا لتأكيد المطلب الانفصالي للشعب الكتالوني على عكس إبراهيم غالي الذي يحتجز 20 ألف لاجئ في مخيمات تندوف وقام بأعمال عدائية ضد المغرب عندما كان قائدا للجيش الانفصالي نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب